يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ و20% مما يسمع و30% مما يرى و50% مما يسمع ويرى وتسداد النسبة إلى 70% مما يقول وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل معادلات النجاح في الحياة كثيرة أحصاها بعضهم فوجدها 70 وأحصاها بعضهم الآخر فوجدها 120 واختصرها بعضهم الثالث في عشر معادلات مهما تعددت معادلات النجاح في الحياة فالكل يتفق على أن الثقة بالنفس تأتي على رأس معادلات النجاح في الحياة الثقة بالنفس هذا هو طريق مضاعفة القدرات أن يكون الإنسان واثقا من نفسه في قرارة نفسه هو ينظر إلى نفسه أنه واثق من نفسه كما ينظر الناس إليه أنه واثق من نفسه فثقة بالنفس ينبغي أن تكون من الداخل ومن الخارج ينبغي على الإنسان أن يكون متماسكا من الداخل كما ينبغي عليه أن يكون متماسكاً من الخارج هناك صفات كثيرة ينبغي أن يتحلى بها الشخص الواثق من نفسه منها ما يأتي على هيئة حركات ومنها ما يأتي على هيئة كلمات ومنها ما يأتي على هيئة قناعات فالشخص الواثق من نفسه إذن يتمتع بحركات ويتمتع بكلمات ويتمتع بقناعات حركات الشخص الواثق من نفسه كثيرة تفوق الأربعين وكلمات الشخص الواثق من نفسه كثيرة كما أن قناعات الشخص الواثق من نفسه كثيرة لكن هذه الصفات بمجموعها وشموليتها نستطيع أن نختار منها صفتين أساسيتين لا غنى عنهما أبدا هاتين الصفتين هما الابتسامة والتلقائية لا غنى عن الابتسامة في هذه الحياة لمن أراد أن يمشي فيها متميزا ولا غنى عن التلقائية في هذه الحياة لمن أراد أن يكون متميزا الابتسامة أيها المستمعون أيتها المستمعات هي ابتسامة عليا تظهر فيها الأسنان العليا ابتسامة الإنسان عندما يلتقي بإخوانه الابتسامة التي تظهر فيها الأسنان العليا فقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتسم يبتسم حتى تظهر نواجذه هذه الابتسامة مهمة للغاية هناك مثل باللغة الإنجليزية يقول How can I dislike a person who smiles at my face كيف أكره إنسانا يبتسم في وجهي إذن لا غنى عن الابتسامة ثم بعد ذلك التلقائية يقول الشافعي رحمة الله عليه إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفة إذن التلقائية معناها البعد عن التكلف لا تتكلف إذا تكلفت يشعر الناس أنك غير واثق من نفسك دعوني أحكي لكم هذه القصة في مدير ترقى ومسك منصب مدير لشركة كبرى ففي صبيحة اليوم التالي دخل المكتب الجديد وبه الأثاث الجديد فجلس على الكرسي وهو يهز نفسه فرحا بهذا المنصب الجديد وبالأثاث الجديد وبينما كان يستمتع بهذه المشاعر فإذا بطارق يطرق الباب هنا المدير قال لنفسه وفي قرارة نفسه لابد أن أظهر أمام هذا الزائر أني مدير متمكن وأنني واثق من نفسي فاصطنع مكالمة هاتفية رفع سماعة الهاتف وكأنه يكلم رئيس مجلس إدارة شركة أخرى بكلام كله أرقام أرقام فلكية كبرى يتكلم بالدنانير والدولارات ثم قال للزائر تفضل فدخل الزائر وجلس ينتظر المدير ينهي مكالمته المصطنعة فلما انتهى المدير من مكالمته المصطنعة التفت المدير إلى الزائر وقال له نعم تفضل هل من خدمة؟ فقال الزائر أني أستغرب أيها المدير أنت تكلم من؟ أنا عامل الهواتف جئت أوصل هاتفك لا يوجد خط في الهاتف أرأيتم؟ هل أنتم معي؟ شوفوا كيف التكلف ورّت المدير في قضية هو في غنى عنها ابتعدوا عن التكلف أيها الأخ أيها الأخت كونوا طبيعيين عفويين تلقائيين سلسين في تعاملكم مع الناس حتى الناس يشعروا أنكم واثقون من أنفسكم تلقائيين